تلقى سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب برقية تهنئة من سموه شيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أعرب سموه في البرقية عن أسماءات التهاني والتبركات بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت اسم ضوء واحد وقال سموه في البرقية إنه لمن دواعي سعادتي أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني والتبركات حيث إن نجاح إطلاق أول قمر صناعي ضمن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعزيز التقدم في علوم الفضاء في إنجاز علمي رفيع يؤكد ما تزخر به مملكة البحرين من كوادر شبابية متميزة على المستويات العلمية والعملية والمهارية في ظل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من سموكم وحرصكم على إنجاز الخطط المبتكرة والمبادرات المتقدمة للارتقاء بالشباب وتمكينهم من امتلاك علوم ومعارف المستقبل بما يجعلهم قادرين على الإبداع والتفوق وتحقيق الإنجازات المهمة التي تعلي من مكانة مملكة البحرين وتعزز من منجزاتها الحضارية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر